تدريبات على ما سبق دراسته السؤال الأول يحذف المبتدأ وجوباً في أربعة مواضع أذكرها مع التمثيل السؤال الثاني الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة وقد يأتي نكرة في مواضع مخصوصة أذكر هذه المواضع مع التمثيل السؤال الثالث أكمل ألف يجب اقتران الخبر بالفاء إذا نقط مثل نقط ويجوز اقترانه بالفاء إذا نقط مثل نقط به يجب تقديم الخبر في أربعة مواضع هي نقط مثل نقط ونقط مثل نقط ونقط مثل نقط ونقط مثل نقط جيم سميت كان وأخواتها بالأفعال الناقصة لأنها نقط ونقط ونقط السؤال الرابع تختص كان من بين أخواتها بأمور منها زيادتها حددها وبين المواضع التي تزاد فيها مع التمثيل السؤال الخامس أعرب ما تحته خط فيما يأتي واحد قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الخط تحت ليس البر اثنان وقال جل شأنه وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية الخط تحت صلاتهم مكاء ثلاثة وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الخط تحت أولياء أربعة وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون الخط تحت إن استحبوا الإيمان الظالمون السؤال السادس تستعمل إن مكسورة الهمزة في مواضع محددة اذكرها مع التمثيل السؤال السابع أعين المواضع التي يجب فيها تقديم خبر إن وأخواتها مع التمثيل السؤال الثامن أفعال المقاربة والرجاء والشروع من حيث التمام والنقصان قسمان أوضح ذلك مع التمثيل السؤال التاسع حدد الجمل الصحيحة والجمل غير الصحيحة فيما يأتي ذاكرا السبب موضحا صواب الجمل الخاضئة واحد يشك الجدار أن ينهار اثنان أخذ الولد أن يبكي ثلاثة شرع الفلاح ويزرع الأرض أربع عسى الطالب ينجح السؤال العاشر اذكر الأفعال التي يكون خبرها مصدراً وأولاً من أفعال المقاربة والرجاء والشروع مع التمثيل السؤال الحاذي عشر يشبه ليسة في معناها بإفادة النفي والعمل النحوي أربعة أحرف اذكر هذه الأحرف مع التمثيل ثم وضح الشروط التي ينبغي تحققها في أحدها حتى يعمل عمل ليسة السؤال الثاني عشر المبتدأ اسم صريح مرفوع لفظاً أو تقديراً أو مؤول بالاسم الصريح مجرد عن العوامل اللفظية أو ما هو بمنزلة المجرد منها مخبر عنه اشرح هذا التعريف مع التمثيل